الشوت التاني وجاب الجون الاولان في الدياه الثمانين وهو جون التعادل وعملوها التاني في شوط التالت وجب الجن التاني اللي هو هدف الفوز في الدايئة مية وخمسة يعني مش فاهم يعني انت كريا المدريد مسلا يعني بتفحض شخصي البطل للدرجة دي يعني انت ممكن تلعب وتكسب عادي اللي هو مسلا تجيب جن في الدايئة خمسة وعشرين والدايئة سماعة واربعين والدايئة خمسة وستين مسلا وتكسب تناتة مسلا ويخش جن فيه جن كده في الاخر اه اللي هو تلاتة واحد وتكسب زي ما بقيت الفرق العادية الطبيعية ما بتكسب ليه بقى لازم كل ماتش سخصي البطل يا معلم ليه يعني انت بتستمد ايه مسلا اما تلعب نفس الماتش او او كل ماتش بنفس السيناريو يعني حتى ملل يعني انت مسلا اي حاجة حلوة شخصي البطل وكل حاجة بس انت عارف انت اما تاكل كل يوم فاكهة يوم في التاني في التالت اما تبتدي تزق في التالت في الرابع في الخمس في السليز زهيقنا يا معلم يعني زهيقنا شخصي البطل تخف شوية شخصي البطل يعني حتى عشان تحفظ لها هيبتها وحلواتها كده مثلا ماتش اللي هو كل كم ماتش تطلع كده بشخصي البطل اه مقبولة لكن كل ماتش نفس البصمة نفس البصمة نفس كل حاجة هي شخصي البطل كل ماتش زهيقنا خف كده وخليك لزيز كده وخليك رويح ولازم بعشان شخصي البطل تكمل لازم يبقى كان فيه تبديل محواري كده اللي هو انا طلعت في الفردي ونزلت رودريجو وهو اللي جاب جون ببص بقى يعني التنظيم اللي كنت عامله في الملعب ده كله طول التمانين دقيقة ما عاملش اي حاجة فجأة رودريجو نزل مرقص اللعبة كلها وجاب جون وحط جون جميل فهم بقى شخصي البطل بقى ما لازم يبقى في ايه في اللي هو البوم اللي نزل عمل اه فرقعة يا ايه ما مثل هو ايه بقى وتكتاب من شخصي البطل ان الحكومة اللي ما كانش ظهر في المطش كله كان عامل مطش سايق جدا ما ما ظهرشه يا جدعان اكسل بالله ما ظهرش في ديئة مية وخمسة في اخر شغة التالت جبته هدف الفوز كده بقى شخصي البطل على حق بطل بطل يعني خلاص يا خلاص عارف انت الوادي الرخم اللي هو اه ماسك السجاير والموبايل والتليفون التاني والمفاتيح العربية واي حاجة ماسك كل الكلام ده واتفيده كده ودخل فيه بقى مثل اي مكان فخلاص يا جدع انت التكرزم قوي خلاص يا ريال مدريد انت شخصية بطل قوي ده يعني مش كفاة في الابطل كفاة في الابطل ان احنا بتشوف شخصي البطل ده احنا خلاص على بداية شهر اتنين فاضل اصبعين شخصي البطل بقى لحد شهر خمسة فهو تقريبا بيسخن كده وبيلين شخصية البطل بيحاول يطلع كده بتظهر اهي عشان بقى ما يخش في شهر اتنين وفي الشامبرونز ليج طيب ده بعد بالنسبة لريال مدريد ماشي انا موافل بالنسبة لأتلتكو مدريد يجو سميوني انا عايز اقول لك بس حاجة انت ماسك اتلتكو مدريد بقى لك كم سنة يعني اتمنى اقول الرقم صحي اقول رقم تقريب ان هو 8 سنين مثلا تمام بتاخد اعلى مرتب اللعبة اللي معك بياخده اعلى مرتبات يعني بيجيب لك اي لعب بتعلم بي بتحطه معك في الفرقة وسبحان الله عمرك عمرك ما بتكسب عمرك ما يعني فهم انت بتكسب ايه ولا بتعمل ايه مفيش وبيتزاد مسلا مع ريال مدريد بتخش بنفس الاسلوب كل مدش بنفس الاسلوب بلعب دفاعي وبشحن اللعيبة ايه مش كير انت بشحن اللعيبة عندي تحس انها عرباجة كده انا عايز الوادي داخل مقطع ويخش يقطع في اللعيبة ويطلع شغل امريكا الجنوبية دوت لازم يطلع في الملعب شغل الصياعة فهم وفي الاخر بيعمل ايه بيخسر برضو بقى لك 8 سنين ما مكسبش ريال مدريد يعني ممكن يبقى كسب مدش ولا حاجة وبتبقى موتوشها مش مؤسرة بتبقى موتوشها مثلا ماتش في الدوري وفي الاخر ريال مدريد هو اللي بياخد الدوري او ماتش في الدوري في الاخر بشحن اللي بياخد الدوري يعني ايه حنكاشة كده فرقة ملاش ايه 30 لازمة ده دوت لو كسب لكنه قصة ما بيكسبش مفكرش في مرة في الثمن سنين دي كلها اللي هو مثلا يغير شوية الاسلوب يعني يعني يجدد يعني فيه مثلا بيقولك ايه تبقى غبي لو عملت نفس الافعال ومستني نتائج مختلفة غير الافعال عشان تتغير مع عكي النتائج يعني مثلا انت بتلعب بنفس الاسلوب بقى لك كدسة سنة ومكسبتش مثلا جرب تغير بدل ما تدافع جرب مثلا تلعب هجوم جرب تلعب تكيت لك ايه لعب دفاع نص منعب ولا لعب حجمة مرتدة يعني اعمل اي حاجة مختلفة لكن انت تلعب كل حياتك كلها بنفس الاسلوب وبرضو بتخسر وبردو مصابم على اللي انت فيه ده انت حرام فيك الملايين اللي اتدافعت دي كلها في خلال السنين دي كلها اكسم بالله العظيم يعني ديجو سميوني عنده تقريبا من احسن ملاعب اوروبا وبيلعب في دوري عزباني دوري كوي جدا واللعب اللي هو بيختارها بتجيره وبياخد اعلى رتب في المدربين وعنده لعبة بتاخد دلوقتي بنت جنية وفي الاخر النتيجة ايه سفر بطولات يعني مثلا ممكن ياخد بطولة كاس كل 3-4 سنين كده يعني انت مفروض اصلا تاخد اقل واجب في السيزون 3 بطولات ده لازم على اللعب اللي عندك وعلى الجمهور اللي عندك وعلى الملعب اللي عندك وعلى الناتب اللي عندك انما انت اللي انت بتعمله دوت يعني النتائج بتاعتك قليلة جدا 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 على الملاطيات اللي معاك واللعب اللي معاك والفلوس اللي معاك فهو دلوقتي فيه اجماع بنسبة 90% او 95% ان سميوني ماشي اخر السيزون من اتلاتكم مادريد واعتقد ان ديت اسود يعني مش اسود حجبة صيئة جدا ليه عشان هو كان معا امكانيات عالية قوي وفي الاخر النتائج بتاعته كانت ضعيفة جدا فكان لازم التغيير دوت يحصل من كزا سنة قبل كده كمان لان فرقة زي اتلاتكم مادريد عندها لعيبة كويسة وعندها لعيبة سوبرستارز اصلا بتاخد فلوس عالفادي ومرهاش اي تلاتين لازمة مش عايز اذكر لعيبة بعينها ولكن انت لو جبت مدرب فعلا قوي مثلا زي مين زي توماس طوخ المسر قدت له فرقة بالامكانيات اللي عندها اتلاتكم مادريد ديت الفرقة ديت هترفي حتة تانية واخلال كام سنة هتبقى فرقة من طب اوروبا فهنشوف ايلا يحصل معا اخر الموسم وهتعمل ايه ومن المدرب اللي ممكن يجي يدرب الفرقة ديت عاما بقى بالنسبة لريال مادريد شخصية البطل فربنا يعنى على التلات شهور اللي جايين دول اللي هنشوف فيه كمية شخصية بطل يعني الواحد شهال الحمل من كدر شخصية البطل اللي هتزهر في التلات شهور اللي جايين دول وربنا يصطر بقى والشامبينز ليج وحاجات كده حلويات حلوة واخيرا ولايسا اخيرا لو انت مش عامل اشتراك للقناة يعني خليك يعني رجل الجدع كده ورجل حلو كده وفرحني بيك وانزل اعمل اديني الاشتراك والديني السبسكراب الجميل والديني اللايك عشان المحتوى ينتشر وي كان لما كمزيكا سلام